حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع الحلقة رقم 233 طبعا يعني دي مش أول حلقة ليا وزي ما حدراتكم عارفين شفتوني قبل كده كتير بس كنت بطلع لوحدي المرة دي الحلقة تبقى مختلفة جدا ومسيرة جدا عنوان الحلقة هو الوعي القانوني معانا أخد القانون سيادة المستشار أحمد علي الأفواص طبعا غني عن التعريف أكيد حدراتكم كلكم عارفينه وتكلمت عنه في أول حلقة ليا هو ابن من أبناء حي حلوان وهو مثال ونموذج مشرف جدا للشباب يعني حاجة يشرف بصراحة تاريخه مشرف رغم أنه سنه صغير في شباب كتير بياخدوه كدوة وطبعا مترشح في الانتخابات عن دائرة حلوان 2020 إن شاء الله بالتوفيق سيادة المستشار ربنا أخليكي ومتشكل التقديمة الممتازة دي وانتي مزيعة شطرة جدا ربنا أخلي حضرتك ربنا أخلي حضرتك يا رب دلوقتي إحنا هنبدأ في الحلقة على طول عشان بدأنا متأخر هنشوف الرسائل اللي جاي لنا على الصفحة وهنجاوب عليها بحيث إن إحنا على قد ما نقدر نجاوب على كل الأسئلة في القانون علشان خاطر نعرف إزاي نتعامل قانونيا محدش يلحق علينا أو يستغلينا في أي موضوع من المواضيع معنا أول سؤال أستاذ محمد بيقول لنا إيه العقاب القانوني للسب والقصف هو تقريبا في حد شتمه فعايز يعرف يتعامل معه إزاي أو حد كذفه لازم الجمهور أو الشعب المصري يفرق أو يميز بين السب والقصف لأن دي جريمة مختلفة أباتاتا عن التانية القصف إن أنا النهاردة أسند لشخص فعل ما طيب يعني إن أنا أقول مثلا لشخص إنت سرقت فهنا أنا أسندت له فعل لو كان صحيحا لو عاقب قانونه وإن أنا النهاردة سوقت سمعته وسط أهله طيب لو كان غير صحيحا إنا النهاردة هو يعتبر مو النهاردة يعتبر قازف لي يعاقب قانونه وفق محكمة الجنح لكن جريمة السب أنا ما بسندلهش فعل أنا النهاردة بسندله مثلا كلمة كلب أو حمر ديش تيمة أنا بسوق بس سمعته ولكن لم أسند له فعل كالسرق تمام ودية طبعا بيبع ليها عقوبة زي طبعا من ست شهور لسنة وفق محكمة الجنح يعني وتقارن نير تمام طيب في الفترة الأخيرة فيه ناس كتير اتعرضت للمخالفات والإزالات وطبعا ده موضوع مهم جدا وناس كتير بتسأل فيه حتى جاي لي سؤال هنا أستاذة هدى بتقولي إزاي تحمي نفسها عند شراء منزل جديد تمام فعلا في الفترة الأخيرة فيه تعليمات وتوجهات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي وفق المباني المخالفة فالنهار ده طبعا أنا علشان أشتري عقار مرميش فلوسي في الأرض فلازم أجيب جميع المستندات أتدلع الملكية وأجيب أن الشركة دي فعلا لها حق أنها تقوم بالمشروع ده وأجيب تاني ترخيص وتالت حاجة جميع الأوراق المطلوبة من صحتها إفريدي العقار ده نفسه طالع عليه مخالفات أو قرر إزالي أنا رميت فلوسي أو بعد ما أشتري أفاجأ بمبلغ وقدره من المخالفات فيجب علينا تدكّل الوعي كامل وأنا بشتري تمام طب إيه الإجراءات مثلا اللي يعملوها لما يجيوا واشتروا بيت جديد أو مكان جديد تمام المدينة أو الجهاز التابع لي يروح يتأكد أن المشروع ده فعلا قايم بالعمارة دي أو بالعقار ده ويتأكد أنه معلوش أي مخالفات أو إزالات ويتأكد من الترخيص ومستمدات الملكة بالكامل تمام طبعا زي ما حضرتك عارف نسبة الطلاق بقت كبيرة جدا وفيه ستات كتير بيسأله في الموضوع ده إمتى تلجأ المرأة للطلاق بالضرر بحيث أنه هي ما تتنزلش عن كل حقوقها تمام التطليق للضرر من أنواع الطلاق اللي بتأخذ فيه المرأة جميع حقوقها على عكس الخلق مثلا طب إيه هو التطليق للضرر ده إزاء يستحيل معه بعدية العشرة يعني النهارده وقع عليها زوجها هجرها ضربها نفسيا ماليا أو تزوج بأخرى فمن حقها أن هي تتطلق للضرر النهارده بتروح لمحكمة الأسرة وبتروح لمكتب التسوية والقاضي بيحلها جلسة وبيحاول حل النزاع بالتحقيق والله حصل أن هم اتفقوا ورجعوا تاني بشهود طبعا ماشي ما فيش خلاص القاضي بيحكم ليها خلاص تمام دلوقتي برضو فيه موضوع مهم عايزين نتكلم فيه اللي هو موضوع السلاح يعني من يحك له حمل السلاح خصوصا أن فيه ناس كتير دلوقتي بيبقى عندها حاجات بتخاف عليها بس مش عارفة إيه الإجراء الصحيح اللي هو يحميهم من القانون أنه ما يبقى معاهم استلاح مرخص أو ما يعرضوش نفسهم للأذى قانون تماما هو طبعا فيه سبع أشخاص أو سبع جهات هو المصرح لهم بحمل السلاح كالوزراء الصابكين والحاليين ومديرين الأقاليم والمحافظين وعضاء مجلس النواب الصابكين والحاليين وجميع الموظفين المرخصة لهم من رئيس الجمهورية وموظفين المخابرات طب النهاردة لو أنا عايز أقدم على ترخيص سلاح لازم النهاردة في عدة متطلبات علشان أحصل على الترخيص ده رقم واحد أنا بقدم طلب لمأمور الاسم اللي أنا تابع ليه أي إن كان هو مين وبستخرج فيش ويجب ألا يكون حكم علي بأي سابقة أو يكونش عنده أي سابقة جنائية ثالث حاجة بتيجي علي التحريات ليعرفون عايز سلاح لشغال مثلا وظيفة حساسة بحمل فلوس من بنك عندي أملاك زراعية فيجب يجب يجب تحرد دقة عند التحريات وفي جزئية حضرتك سألتيني فيها قبل الحلقة موضوع أن النهاردة الجزار مثلا في العيد وكل سنة حضرتك طيبة بمناسبة عيد الأطحى فالأمر ده شائج بين الناس بيبقى ماشي معه عدة أسلحة هل يعد حيازته للسلاح جريمة من عدمه فطبعا هو حيازته للسلاح لا تعد جريمة لأنه ده بتبقى الفترة كصيرة وكلنا عارفين طبيعة عمله ومصرح ليه بداه حتى هو ماشي معه سلاح لأنه احنا عارفين أنه هو رايح يعمل عمل مشروع دوت بيبقى تحت بند حضرتك قلتلي أنه هو سلاح بالترخيص سلاح بالترخيص والتخصيص طبعا عايزين نعرف من حضرتك أي شروط وأركان وصل الأمانة علشان خاطر إصال الأمانة ده بقى موضوع منتشر جدا والناس كلها تمام السؤال مهم جدا وبجد أنت ناوية توعي الجمهور بتاعي أيوه عشان كل الأسرة دي جدا طيب إصال الأمانة لو أنا هكتبه بخط إيدي فيه نوعين من إصال الأمانة يعني أنا عندي إصال أمانة زي ده اللي بنشتري من المكتبة اللي بنشتري من المكتبة ما عرفش الكاميرا عاملة زومين أو حاجة ده إصال جاهز بيبقى فيه ثلاث أطراف من هم المسلم للمال والمرسل إلي المال ورقم ثلاثة المستلم للمال يبقى لازم يتوفر فيه الثلاث أطراف دول لو سقت منه طرف يعد باطل طيب من الشروط إن أنا لما جا سلف جاري أو جارتي أو صديقة أو صديقتي وده ويرد إن إحنا نكتب إصال أمانة بنا علشان ما يفكوتش حقي طيب رقم واحد ما يكونش على بياض رقم اتنين لا يطرخ إصال الأمانة رقم ثلاثة يجب يكون كله بألم واحد يعني المسلم المرسل إليه المستلم وقيمة المبلغ كل ده يكون بألم واحد لأن النهاردة في عدة خدع وطبعا دي مفاجأة لحلقتك ممكن نبوح عنها لازم الناس تاخد بالها منها جدا أما النهاردة ممكن أسلف 11000 جنيه أيا كان المبلغ وأجي مثلا أقول له كتب لي إصال أمانة فلا إيه متحفز الموضوع يقول لي ده لا ممكن أكتب لك إصال بمئة ألف طب إيه 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 الحجية في ده لأ طبعا في عدة إقلام وأنواع كتيرة زي مثلا الألم ده مش عارف الكاميرا جايبية أو لا الألم ده وياريت المشاهدين يأخذوا بالهم منه ودي مفاجأة لحضرتك بقى طبعا هنفترض أن أنا كتبت أي حاجة أحمد مثلا الأفاص والإعلامية نادا خيال هنلاقي أنا كاتب أهو تحت مش عارف بينا الحبر ده نفسه بيطلع بعد أسبوع كإن لم يكن يعني ده حق إيه أو لو عملت مثلا كده ده لأ إن الحبر كله والمحتوى كله راح إيه ده لا فعلا ده الحبر راح كإن حدوتك مش كاتب أي حدثة ضيعت حقي بجهلي للقانون ضيعت حقي طب إيه طب أنا أعمل إيه طب ما ممكن أي حدي ينصب علي لا روح الإعلام المعتادة ألم زي ده ألم زي ده الإعلام اللي إحنا تربين عليه وعرفناها الفرنساية والبيج الأنواع دي كلها بس لا موضوع مهم جدا ولازم الناس كلها تخلي بالها لأن فعلا بقى فيه طرق نصب واحتيالية كتير جدا كتير جدا عايزين حدوتك بمناسبة الموضوع ده وتبقى تقول لنها إيه أحدث طرق النصب والاحتيال مننا بقينا في عشرين عشرين يعني وبقى كل الناس قاعدة تدور على حياة النصب كده بص حضرتك فيه دلوقتي مثلا معظمنا بنشتري أونلاين من على الإنترنت تمام فبيجينا إصال إن أنا استلمت المنتج ده فالمنتج ده مثلا بيبقى عبارة عن أي هداية ساعة شوز أي حاجة تمام فبيجي يقول لي يا فندم بعد ده المندوب يجي يقول لي يا فندم بعد إذنك يمضلنا هنا إن حضرتك استلمت استلمت أنا فلاني الفلاني المنتج ده فبمضي هنا تمام فأصبح أنا ماضي كل ده فاضي أيوا كل ده فاضي يجوز لما أنت سولة أنا نفسه إنه هو يكتب استلمت أنا مئة ألف جنيه ويستخدم إمددك ده في شيء آخر خالص تمام يعتبر مضاكي يعني ممكن واحد يبعت لحد بوكي ورد تمام ويجي يمضيه على كمية مئة ألف جنيه أو يتنازل عن عدة حقوق أو سيارة أو عقار أو 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 بكيمة الإمضاء يبقى معنا ده لما أجي أمضي على حاجة لازم أحددها أنا مضيت على ده سواء كان في البنك وأنا بقى بط فلوس بقى ودع فلوس بس تلم فلوس لازم إمضتي تبقى محددة على اللي أنا ماضي عليه تمام يعني إحنا لازم نخلي بقى لنا من أي حاجة إحنا بنمضي عليها لأن دلوقتي فيه ناس بتستغل الإمضاء في حاجات مختلفة الموضوع بقى منتشر جدا وطبعا يا أستاذ آنا ده فيه موضوع تاني موضوع يجي لك اتصال من رقم غريب أو الأرقام بتبقى فيك مزيفة تمام فييجي يقول لك أنا من شركة ودافون مبروك حضرتك تسبتي مبلغ فحضرتك بكل تلقائية بتقول له تمام إيه قيمة المبلغ يقول لك مثلا خمسين ألف جنيه ومكتوب لك مثلا شركة أي شركة من شركات الاتصالات ومش هننوع عن شركة معينة فييجي يقول لك بس مليني رقم الحساب اللي على الفيزا فحضرتك بكل تلقائية بتمليله الرقم اللي هو ما يقدرش يسحب به اللي بيبقى على مثلا الرقم من بر فيقول لك طب علشان يتأكد ان الحساب ده بتاعك ممكن تمللنا الاربعتاشر رقم اللي على البطاقة فتقول له أنا اسم الرباعي كذا ورقم من على الشمال الاربعتاشر رقم يتصل هو يتصل بالبنك يقول له أنا فلاني الفلاني رقم بطاقتي كذا اللي أحمل حساب 16 رقم كذا معلش أنا نسيت الباسورد ويسحب كل الأموال الخاصة بيكي من البنك اللي حضرتك قلت له حاول لي عليك وكل ده طبعا هيبق بقرات تانا عايز أقول لك وطبعا دي بتدخل تحت بان عند الجهل لا يحمل مغفلين لأن الموضوع ده عند عدة قضايا شائكة في مكتبي نفس الموضوع ده فلازم الناس تاخد بالها منهم طبعا طبعا الحضرتك بتستغليني بقى علشان مشاهديني طبعا حضرتك أمريني ربنا يخلي حضرتك طيب النهاردة في الناس المتردطين على المطارات أو بيسافروا عدة دول طبعا حضرتك تعلمي إن أنا لازم بيبقى ليا وزن مسموح يعني لا نفعش أشيل أكتر من شنطة أكتر من ملابس قدت ملابس بالكيلو تتزم بالكيلو فيجي حد يقولي أصلا معنا وزن زيادة فممكن حضرتك تعديل الشنطة دي لا تسمح بتعديل هذه الشنطة طبعا ليه؟ لأن هي لو فيها مخضرات حضرتك المسؤول جناقيا أمام المحاكم الجناقية بما داخل هذه الشنطة طبعا حضرتك ترفض رفض كامل طبعا طبعا وبالنسبة لجرائم ستوشال ميديا لأن ده موضوع برضو بقى منتشر جدا ما شاء الله حضرتك بختارة فعلا المواضيع اللي هي عدة القضايا المنتشرة الأخيرة ما علشان قطر أنا بشوف الناس بتسأل فوادي ايه وقلنا نستغل حديثك بقانون برضو تؤمرين يا الزندة طيب جرائم السوشال ميديا فعلا الفترة الأخيرة بقى ما فيش بيت تقريبا ما فيش انترنت وخمس أو ست موبايلات كلهم انترنت طيب عندي جرائم بتجيلي على رسالة صفحة عند حضرتك شفتها منها جرائم التهديد او نشر محتويات مخلة للأداب او الابتزاز طيب انا ازاي النهاردة احمي نفسي او ايه الجهات المنوطة بالاختصاص ده ان انا اقدر ألجأ لها لو في شاب تهجم على فتاة او هدد فتاة او تز فتاة او قال لها انا خدت السورك طيب النهاردة عندي مادتين مادة 25 من قانون العقبات والمادة 26 بيقولوا ايه بيقولوا كل من تعمل بتهديد شخص بسواء المحتوى ده صحيح او غير صحيح هو اللي بيعاقب مش الشخص الآخر يعني ما بيفرقش القانون المحتوى ده الصورة دي متركبة حقيقية مزيفة مالوش دعوة تكون ان انا هددت فوفق المادة 25 معاقب بجريمة بعقوبة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات طيب لو انا استخدمتها يعني النهاردة ان انا عملت او اكاونت مزيف على اي برامج السوشيال ميديا وشهرت بالانسة دي مثلا المادة 26 بتقول كل ما نستخدم ذلك تلك السور النهاردة يعاقب عقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة متعن الف جنيه فالموضوع طبعا لازم نلجأ لي لما باحث الانترنت اللي هي مقرها طبعا حضرتك عارفة في العباسية وفي التجمع الخامس محدش يستهون بحق ولا حد يخاف او مقابل اموال او مقابل تسويق صمعة حدش يخاف الموضوع بقى منتشر وصعب جدا وبيستغلوا البنات وخصوصا مثلا لو انت نيام ما تقدرش تاخد حقها وكده فبيسكتوا كتير كل اخواتنا البنات طبعا ما يسكتوش والموضوع يعني دولتنا وحكومتنا ووزارة الداخلية عمتا خصصت جهاز منوت بيه جرائم الانترنت فاي حد يقع عليه هذه الجريمة يتوجه للجهة المنطقة طب اخر سؤال بقى عشان وقت حلقتنا استاذة هوجر كانت بتسأل بتقول ان هي دخلت مول ورفضت ان هي تتفتش فهم طبعا منعوها من الدخول فكانت بتسأل هل دوت هم عملوا كده اجراء قانوني صحيح ولا لا يعني هي دخلت مول بس هي رفضت ان هي تتفتش طب انا شايف ان راحين المول او راحين السوبر ماركت او راحين المحالة التجارية الكبيرة ما يبقاش عندنا اي نوع من انواع الحساسية خاصة في الظروف اللي تمر بها البلاد لو يعني في عدو كتير فطبعا اي منشأة اي منشأة من الحق لها رفض دخول المترددين عليها اذا رفضوا التفتيش انت النار ده بتصير شبه عليك فحضرتك لما نيجي نبص لها وما بيعملش معك كده بس بيعمل كده مع جميع المترددين وده كله للصالح العام عشان يحمي اختك والدتك والدك طيب شكرا جدا لحضرتك طبعا احنا اتكلمنا في كذا موضوع مهم عشان خاطر الناس تخلي بالها كل حاجة بالقانون اتكلمنا بالقانون بحس ان محدش فيهم يتعرض لمسألة قانونية ويبعارف هو بيتعامل ازاي وما يتعرضش ولا لنصب ولا احتيال في اي موضوع من الموضوعات وان شاء الله لينا لقوة تانية وموضوع تانية اتشرفت جدا بحضرتك وانت مزيعة ممتازة وان شاء الله ربنا يفاك ربنا يخلي حضرتك يا رب اتسبكم مع الزميلة لمية البلتك